مرور مئة يوم على توليه السلطة أراده رئيس الوزراء كيرستارمان يصادف قمة عالمية للاستثمار في لندن جمعت مئتي مدير تنفيذي لكبريات الشركات العالمية الهدف منها توضيح السياسات الحكومية الرامية إلى إعادة إطلاق النمو والتخلص تماما من الركود الاقتصادي كما قال بخفض الروتين والقضاء على البيروقراطية التي تعيق الاستثمار كما وعد بسياسة مستقرة وإجراءات مراقبة منخفضة كحافز للاستثمار في المملكة المتحدة الحقيقة أن الحكومة تورثت فوضى اقتصادية ومالية كبيرة لذا يجب التعامل مع هذا الأمر الواقع الذي يشبه إلى حد ما إعادة بناء منزل في الوقت الحالي السقف في المملكة المتحدة يكاد أن يسقط والأساسات هشة للغاية فهل نصلح السقف أولا أو الأساسات أولا؟ أعتقد أنه يتحتم علينا على المدى البعيد إصلاحهما معا وصادف زخم هذه القمة العالميا خفاض قياسي لنسبة التضخم إلى 1.7% وهي النسبة التي تأتي أقل من الهدف المنشود لبانك إنجلترا أي الـ 2% مما يجعل خفض سعر الفائدة أمرا حتميا بكل ما سيعنيه من تبعات إيجابية على القدرة الشرائية للبريطانيين ما يصب تماما فيما كان العماليون يخططون له الأكيد أن هذه أخبار سارة بنسبة لكيرستارمر وحكومته العمالية الجديدة بأن ينخفض التضخم هذا الأسبوع إلى أقل مما كان متوقعا وهذه أخبار سارة للعديد من المقتردين والعديد من المستهلكين الذين كابدوا في الماضي زيادات عقابية في نسب فوائد قروضهم وحتى إجراءات تنظيم التوظيف وزيادة الحد الأدنى للأجور التي أدخلتها الحكومة مؤخرا والتي أثارت تحفظ بعض المستثمرين فقد وصفها كيرستارمر بأنها ضمان لاستمرار الاستثمارات في بريطانيا واستقرارها حزب العمالي ظل خارج السلطة لـ 14 عاما وقد وقع فيما يمكن اعتباره فخا برلمانيا فيما يتعلق ببعض السلوكيات لكنني أعتقد أنه من السابق ليوانه أن نحكم على حكومة ستارمر بعد مئة يوم فالعماليون قد يستمرون في الحكم لعشرة أعوام من يدري أعتقد أن هذا الشأن سابق لأوانه رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر يعول على إعادة إطلاق النمو كأحسن وسيلة يمكن توخيها لتحسين أوضاع البريطانيين وبرأي مراقبين فإن ستارمر سيجني ثمار الانخفاض القياسي في نسبة التضخم التي بذل المحافظون جهودا مضنية لتحقيقها عندما كانوا في السلطة لقنوات أبوظبي كمال علواني لندن